على الناس أن يرجوا إلى الله ويتخلصوا من هذه السلبية إذا يرادوا بلادهم الآن بلادهم الآن في مهب الريح ضاع منهم كل شيء عليهم أن يتخلصوا من السلبية يعني تتجمع عيد الليبيين جميعا أيا كانت اتجاهاتهم خارج هذه البيعة اللي باعوها للمجتمع الدولي للأمم المتحدة هؤلاء لا يريدون أخيهم بليبيا أبدا ولا يمكن من خلال مشروحهم أن يصلوا إلى شيء لأنهم لا يبحثون عن جمع الكلمة وإنما يبحثون عن الفرقة اللي بيجميعا عليهم أن يتخلصوا من هذه المشروعات الأجنبية ويجلسوا أيا كانت اتجاهاتهم ليخلوا بحل لأنفسهم يعالجوا به مشاكلهم يعني ماذا نستطيع أن نتحصل من بيانات يعني بيانات ضد تفريخ الجرائم اليومية الجرائم اليومية كلهم تفريخ لها فنحن نستنكر هذا التفريخ اليومي اللي ما نجدوش حتى اللي يحقوه وفي الوقت نفسه ندعم الجهاز اللي هو مسؤول على التفريخ نقدم الجهاز نقول ما لنهاش حل إلا حل الصخيرات أنت هذا جهاز التفريخ أنت تدعم فيه ثم بعدها تصدر بيانة تقول يعني التفريخ هذا لا نريده مدام أنت متمسك بهذا الأصل الذي يفرخ وتدعمه فكيف بعد ذلك تستنكر ما يخرج مننا من نبتات شيطانية هذه دماء يا أيها ناس اتقوا الله الدماء الدماء فإن أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى كل إنسان علي أن يراجع نفسه ترجمة نانسي قنقر